السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات مدوية تتعلق بقيس سعيد منظومة الأخوان المسلمين ملفات قضائية وجراء خطيرة للأخوان المسلمين وعدة دعوات تطلق من نواب سياسيين ونشطاء أيضا تتعلق بمحاكماتهم قيادة بارزا في حركة النهضة في البداية فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بيش تصلكم الفيديوهات القاتبة نحكيه مثلا على تصريح النشطة السيسي عماد بن حليمة عماد بن حليمة اللي عمل فيديو لايف ويحكي فيه على التطورات الأخيرة السياسية على الساحة الوطنية في تونس كذلك ما يتعلق بالمتغيرات مع الضغوط الأوروبية ضغوط الأمريكية محاولة الأخوان إلى إقناع معناها الخارج بأنه فما افتهاد في تونس وانقلاب بن حليمة كان حذر رئيس الجمهورية في عدة فيديوهات سابقة ودعاه إلى انتخاذ إجراءات عملية بيش ما نقضوش على نفس الحال نجمو يعني نصبحو في ورطة بالتالي بن حليمة قال مباشرة في رسالة مواجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وقتيش بيش تعدي دوسيات الإخوان جيع للقضاء وتعمل انتخابات تشريعية وإلا رانا ماشين للهيبية ثلاثة نقاط يركز عليهم بن حليمة أولا أنه من 25 جوليا إلى حد الآن ما شفنا حتى قيدي في النهضة لا تحاكم ولا تم إيقافه لا تحرك ضد قضية لا تعمل حتى شيء إلى حد الآن حتى الشخصية اللي تعلقت بهم القضية وتحطوا في الإقامة الجبرية وتمنعوا من السفر إلى غير ذلك ما همش من النهضة هذا كان حتى برشانيس انتقدت رئيس الجمهورية اللي يقول عليهم خوانة وعملية ويخطوا لاغتياله وما إلى ذلك وعلاقات مع الخارج وعلاقات مشبوهة طبعا نحكي ومش العلاقات العادية ما حاكمش حتى حد قد يحكي ديما في نفس الكلام اللي هم خوانة وعملية يبيعوا من على شنوة وما تحاكمش هذا هي برشانيس تلوم على قيس سعيد عابير موسي أيضا طالبت بمحاكمة رجل الغنوشي وقيادة حركة النهضة على الجرائم المتعلقة بهم خاصة ضد الدولة التونسية نلقاوا في نفس السيق مثلا سيميا عبو عن التيار الديمقراطي توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقول كان على سعيد فتح ملفات التمويل الأجنبي لحركة النهضة سيميا عبو اللي أكدت وأنه كان من المفروض أن قيس سعيد يعمل الخطوة هذه خاصة وأنه حركة النهضة مباشرة بعد الأعلان عن التدابير السثنائية في 25 جويليا اللي فيتكن وقتها أحسن فترة وأحسن موعد لإثارة هذه القضية وأكدت أنها ما تستبعج اختراق منظومة قيس سعيد من الدولة العميقة والمافيا ومنظومة الفسيد تحكي على اختراق لمنظومة قيس سعيد بالتالي فم عدة أطراف تخدم في مصالح حركة النهضة وقادة تأثر على قيس سعيد أو تبعد فيه على هذا التحرك معناها وأنه ما يعملوش محاكمة ضد النهضة وقيادات النهضة ورئيس حركة النهضة بالتالي تشير إلى نقطة خطيرة جداً وهي أنه قيس سعيد أو منظومة قيس سعيد نجم تكون مخترقة أيضاً تقول المافيا والفسيد والبرونيت والدولة العميقة هما لنجم يكون وراء اختراق منظومة قيس سعيد وطبعاً تشدد على أنه كان من المفترض غلق مقرات حركة النهضة مثلما تم غلق مقر البرلمين والاشتغال على تقارير الهايكا وتفقدية وزارة العدل حول الفساد في قطاع القضاء وتوظيف تلفزات كبوق دعاية لبعض الأحزاب مثلاً قنة الزيتون للنهضة تدعم النهضة وقنة نسمة لسحبها نبيل القروي دعت سيميا عبو رئيس قيس سعيد إلى العودة ليوم 25 جوليا والفصل الثمانين واتخاذ إجراء ضد رئيس البرلمين ورئيس حركة النهضة رجل الغنوشي وعدد من قيديها يعني الأمر اللي أصدره 117 في 22 سبتمبر التيار الديمقراطي تقلب من هذا التاريخ اللي قبله كله موفق عليه ومرحب به تقولوا أرجع الـ 25 جوليا الفصل الثمانين كما هو يعني ما تعلقش البرلمين يبقى في حالة انعقاد وهذا المطلوب بالنسبة للتيار الديمقراطي وتقولوا لازم تاخد إجراءات نرجع الـ 25 جوليا وتاخد إجراءات ضد رئيس البرلمين ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وضد عدد من القيادات في الحركة نذكروا مبعضنا وأنه 25 جوليا هو كان موعد تاريخي بأتم معنى الكلمة موعد لحل البرلمين واتخاذ جملة من الإجراءات الأخرى نلقاه وهذا يجي في ظل الضغوط الدولية من الاتحاد الأوروبي اللي تستغل فيهم حركة النهضة وقياداتها مثلا نلقاه محمد اللاجوماني القيدي في حركة النهضة يعلق على هذه الأحداث في تونس ويقول لماذا لا يحل الرئيس البرلمين يقول بتواضحا أن الرئيس تونسي قيس سعيد تعمد تعليق اختصاصات البرلمين دون أن يحله حتى يستولي على السلطة التشريعية باسم التدابير الاستثنائية ولا يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتشكيل برلمين جديد فهو لا يريد سلطة رقبية أصلا ولا يريد مشاركة له في الحكم كما يؤكد ذلك الدستور الصغير في الأمر الرئيسي 117 وهو مع ذلك يتخذ من التعليق ووقف منح النواب سبيلا للتنكيل بهم دون استثناء بعد أن سجن بعضهم وهاجمهم في شرفهم واتهمهم بالسرقة والفساد والتحيل دون دليل بل لا يتوقف قيس سعيد عن ترذيل البرلمين الذي يصفه بالخطر أداهم والقائم والجاثم من ناجيهة رفيق عبد السلام سهر رجدا لغنوشي كل العالم يقول لنا بصوت واحد وموحد الآن أن ما جرى في بلدكم هو انقلاب على المؤسسات وخروج على الدستور وسط على سلطات ولا حل لكم إلا بعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي إلا صوت واحد ووحيد غاضب يصدر دوما من قرطاج ويردد بإصرار عجيب بأن ما جرى ليس انقلابا ولا خروجا على الدستور إنما هو عمل بطولي على كل حال لسنا الآن إزاء حصة جدل دستوري حول الفصل الثمانين ومبنائه ومعناه بل إزاء سياسات ومواقف دولية كبرى يتم إقحامها في الوضع التونسي بسبب التعنت ورفض الحل السياسي داخل البيت التونسي وبين التونسيين ومن يخرج تونس اليوم من هذا النفق المظلم الذي تجر نحوه ببلاها وغاباء لا نظير لهما مصحوبين بالعناد والجهل بالحد الأدنى بأبجديات السياسة الداخلية والخارجية طبعا يقصد رئيس الجمهورية قيس سعيد جهد في ظل اتهامات لرئيس البرلمان المجمد رشد الغنوشي بأنه هو من يتحمل مسؤولية ترذيل عمل البرلمان هذا كان تصريح للنائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحرجي لهجم رشد الغنوشي وكشف عدة اتهامات خطيرة تتعلق به خاصة في ترذيل عمل البرلمان اشتركوا في القناة